رحيم تبارك الذي بيده الملء وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما أترى في صلك الرحمن من تفاوت ورجع البصر هل طرى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد ذجلنا السماء الدنيا بمفابيحا وجعلناها عجوم الشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شريقا وهي تفور تكاد تميز من الغيج كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فقالوا لو كنا أو نسمعوا أو نعقلوا ما كنا في أفحاب السعيد فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأفحاب السعيد إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أسركم قولكم أبي جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو الذي هو الذي جعل لكم الأرض قلوا لن فامشوا في مناكبها أكلوا من رزق وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخفز بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الصغير فوقهم صافات ويطبغا ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرين إن الكافرون إلا في غقور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطوب ونفور أفمن يمشي مكبا على فرات مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمعة والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ضرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله